السلام عليكم متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم إذا كان عندك محادثات مهمة على تطبيق واتس أب في هاتفك وعملت لها مزامنة أو نسخة احتياطية على جوجل درايف فعليك أن تعرف أن هذه المحادثات لن تكون مشفرة بشكل تام عند رفعها على جوجل درايف طبعا هذا ليس كلامي هذا كلام شركة واتس أب في تطبيقها الرسائل والوسائط التي يتم حفظ نسخة احتياطية منها على جوجل درايف ليست محمية من خلال خاصية التشفير التام بين الطرفين يعني عندما نرفع نسخة احتياطية إلى جوجل درايف فإن تشفيرها يقل ولهذا إذا كان أمر خصوصية يهمك وكنت لا تحتاج إلى هذه النسخة الاحتياطية فتابع هذا الفيديو والذي سيكون عن طريقة حذف النسخة الاحتياطية لمحادثات واتس أب عن طريق الكمبيوتر أولا ثم عن طريق الهاتف تابعوا معنا هذا الفيديو خطوة بخطوة لتعرفوا كيف بسم الله الرحمن الرحيم بداية لحذف النسخة الاحتياطية عن طريق الكمبيوتر نتوجه أولا إلى موقع جوجل درايف ثم نذهب إلى انتقاء إلى جوجل درايف وهنا نكتب الإيميل الذي تمت مزامنة النسخة الاحتياطية عليه ندخل كلمة مرور والآن بعد أن دخلنا إلى جوجل درايف كما تشاهدون الملفات فارغة لا يوجد منف مرفوع في جوجل درايف كما تشاهدون لا يوجد شيء كل شيء فارغ إذن فأين النسخة الاحتياطية النسخة الاحتياطية أحبتي هي في مساحة التخزين نضغط على مساحة التخزين ومن هنا كما تشاهدون لا يوجد شيء نضغط على النسخة الاحتياطية ننتظر قليلا كما تشاهدون هذه هي النسخة الاحتياطية التي رفعتها على جوجل درايف الآن نضغط على النسخة الاحتياطية بهذا الشكل ثم نحذفها من هنا حذف النسخة الاحتياطية ثم حذف أيضا طبعا هذا الحذف سيكون حذف نهائي لن تجد النسخة الاحتياطية في المهملات لذلك يجب أن تتأكد أن نسخة الاحتياطية لا تلزمك أبدا أما بالنسبة لطريقة حذف النسخة الاحتياطية عن طريق الهاتف نفتح أولا تطبيق جوجل درايف هذا نضغط الآن على الخطوط الثلاثة التي في الأعلى ثم نضغط على النسخة الاحتياطية فتظهر لنا النسخة الاحتياطية ولحذفها نضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجانب النسخة الاحتياطية ثم نختار حذف النسخة الاحتياطية ثم نؤكد الحذف وبهذا نكون قد حذفنا النسخة الاحتياطية في جوجل درايف أما بالنسبة لإيقاف النسخ الاحتياطي بشكل تلقائي نفتح تطبيق واتس أب ثم نضغط على الثلاث نقاط التي في الأعلى ثم نضغط على إعدادات ثم نضغط على الدردشات ثم نسخ احتياطي للدردشات ثم نضغط على إجراء نسخ احتياطي في جوجل درايف الآن نختار أبدا وبهذا نكون قد عطلنا النسخ الاحتياطي بشكل تلقائي وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم كان معكم عمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته